السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي في قناة روابينا متابعين الكرام نحييكم ونتمنى لكم يوما جميلا اليوم إن شاء الله رح نحكي عن موضوع ثلاثة في واحد ثلاثة أشياء في واحد أول موضوع رح نحكي عنه اللي هو الكمبوست الكمبوست هذا الذي يستخدم في تسميت المزروعات إن كانت الخضروات أو الأشجار أو في زراعة الفطر طبعا هذه الحاوية تحوي مخلفات طبعا هذه المخلفات في الطعام نضعها للدواجن نضعها للدواجن على أساس تناولها الدواجن والذي يتبقى منها هذا الذي يتبقى منها رح يكون يتحول إلى كومبوست طبعا الدواجن البلدية يعني تأكل أي شيء تأكل أي شيء في هذه الطريقة أول شيء تتحصل على كومبوست و الثانيه تتحصل على علف للدواجن تحصل على العلف للدواجن طبعا المخلفات المطبخ دائما ست البيت تضع دلو عندها في المطبخ مخلفات مثلا قشور البطاطا قشور البطاطا قشور البرتقال بواكد طعام قشور الموز أي مخلفات طعام تضعها في دلو أو حاوية ونضعها للدواجن الدواجن طبعا تأكل من هذه الخضروات ومخلفات الطعام والباقي عندما نكنس منطقة تواجد أو معيشة الدواجن نضعها طبقة فوق المكبقي فتتخمر وتتحول إلى كومبوست طبعا هذا الكمبوست هو يختلف عن البتموس في فرق بين البتموس والكمبوست البتموس اللي هو مخلفات أو اللي هي المخلفات البحرية أو اللي هي التي تنمو على سطح الماء العشاب التي تنمو على سطح الماء هذه تسمى عندما يتم تحويلها إلى تربة أو إلى سماد أو تخميرها تتحول إلى بتموس والبتموس طبعا هو ليس سماد هو تربة صناعية بينما الكمبوست الكمبوست نوعات الكمبوست نباتي وكمبوست حيواني الكمبوست النباتي من مخلفات أوراق الأشجار وبواقي الخضروات يتم تخميرها مدة من الزمن مع تطيبها إلى أن يتحول إلى كومبوست والكمبوست هو طبعا يعتبر سماد فخليكم معلنا نهاية الفيديو إن شاء الله رح نحكي لكم عن الخلطة الصحرية لينفاج البيع طبعا الدواجن البلدية أو الجاج البلدي بفترة المربعانية أو فترة الشتاء يخف إنتاج البيض ولكن هناك في خلطة تحفز الدواجن لإنتاج البيض نحن نحكي لكم إياها في نهاية نبيض وخليكم معاه والآن خلينا نجمع البيض هذا نجمع بيض الدواجن طبعا هذا يعتبر من من الاكتفاء الذاتي هذا من برنامج الاكتفاء الذاتي عندما يكون عندك أنت دواجن وعندك بيض وعندك منتجات خضرية وغيرها طبعا هذا كل يوم إن شاء الله بيومه هذه اللي هي بيض الدواجن والآن إن شاء الله سنأتي إلى الخلطة اللي هي الخلطة السحرية لعلف الدواجن وإنتاج البيض بكثافة طبعا أنا في عند هاي الخلطة الخلطة اللي هي شعير وشعير وشيء من إذا كان عندك أي أنواع علف شعير أو درة أو نخالة اللي هي الردة نضع عليها معلقتين من الشطة معلقتين من الشطة أو ما يسموها هو الفلفل الحار معلقتين من الفلفل الحار ومعلقتين من الكركم طبعا الشطة يسموها في المغرب العربي اللي هي الهريس أو الهريسة معلقتين من الكركم وكاسة من الرمل الرمل اللي هو الرمل العادي الناعمة الرمل رمل البناء هذا رمل يعطي كلس ونعمل الخلطة هاي نضيف لها الماء وننقعها لقبل بيوم هاي لازم نظلي 24 ساعة أنا في عندي خلطة هون طبعا جاهزة عاملها أنا للدواجن من قبل بيوم يعني رح رح تشوفوا القبال تبع الدواجن عليها ستلاقي الدواجن تقبل عليها وهذه طبعا فيها محفزات فيها محفزات لإنتاج البيض فيها محفزات لإنتاج البيض فطبعا الدواجن يعني الدواجن احنا بنحليها بنحليها تطلع في الهواء الطلق أو تطلع تسرح في الحديقة لكن في أيام الشتاء أو أيام البرد الشديد نحط لها الخلطة هاي ونحط لها مخلفات الطعام ولكن في الأيام العادية هي تطلع في الحديقة لتأكل الأعشاب لأن الدواجن تأكل كل الأعشاب كل شيء تأكل الدواجن تأكل كل الأعشاب أعشاب وتأكل من دود الأرض وتأكل حتى الحصة تأكل الحصة وهذا كله يعطيها قلس ويعطيها صحة طبعا من برامج الاكتفاء الذاتي في قناة روابينا نحييكم ونتمنى لكم وقتا سعيدا ونتمنى منكم الأعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته